ترجمة نانسي قنقر الحياة التي يعيشها تحت الحرب الظروف القاسية والصعبة الأعمال بقدر ما فيها مقاومة وصمود بقدر ما فيها حزن بقدر ما فيها شهداء بقدر ما فيها المعاناة اليومية التي يعيشها الناس تحت الحرب في قطاع غزة صراحة هيك نوع من العمل كتير مهم وكتير مهم انه يوصل مش بس لعمان ولا للأردون بس لجميع الأماكن انه منحس فيه بالوجع وبالألم بس كمان بصمود وباحتمام الفنانين انهم على اي مواد موجود وعلى اي خامة بلقوها انهم يقدروا يوصلوا هاي القصة فيه احساس بالأرجنسي بالسرعة انه يقدر يوصلوا هاد الشغل تبعهم المعاناة الي بيعيشوها بشكل يومي ان كان بالخيام فمنحس بكتير بكتير احسيس صراحة موجعة